موسيقى استكمالا لسلسلة ورش العمل التدريبية التي تعقدها وزارة الداخلية للتوعية المجتمعية بمخاططات اسقاط الدول وكيفية مواجهتها نظم مركز بحوث الشرطة باكاديمية الشرطة عددا من ورش العمل التدريبية في هذا الاطار تحت عنوان مواجهة مخاططات اسقاط الدول لطلبة الجامعات وممثلين عن المجالس القومية لحقوق الانسان والطفولة والامومة والاشخاص والاعقة وبمشاركة نخبة متميزة من الاساتذة والخبراء المتخصصين الباحثين او اللي حضروا او اللي بيحضروا هذه الندوة وبينقلوا التجربة او الثقافة التي تعلموها حول كيفية الحفاظ على الامن القوم المصري بصورة علمية مفيدة بيقدروا ان هم يوصلوها لزميلهم ولقطاعات الشعب المختلفة اللي احنا بنتعامل معها الشباب زخيرة المجتمع المصري وزخيرة اي مجتمع فمهم جدا سقل خبراتهم من ناحية ومش فقط توعيتهم يعني توعيتهم لكن ايضا سقل خبراتهم بخبرات السابقين عليهم احمي ابنائي واحمي وطني بان انا افهمهم ايه اللي بيحصل وده دور الفن ودور علماء الاجتماع ودور علماء النفس طول الوقت بنقول ان المهم للغاية اننا نشتغل على حالة الوعية لان هو ده القادر السلاح الوحيد على القادر على مواجهة اي مخصطات او مؤامرات بيتم حياكتها ضد الدولة حقيقة نشكر هذا الجهد الكبير الذي تقوم به وزارة الداخلية حينما قمنا بالمشاركة في هذه الدورة الدورة الحادية والعشرين في تثقيف طوائف الشعب المختلفة لكي تبرز لهم امية هذا الوطن مصر امانة في عناقنا تطرقت ورش العمل الى موضوعات عدة لتنمية وعي المشاركين فيها باهمية مواجهة والتصدي لمخططات اسقاط الدول وفي مقدمتها مفهوم حروب الجيل الرابع واليات هدم الدول من الداخل والشائعات والحروب النفسية واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتزييف الوعي المجتمعي واثارة الرأي العام ورشة العمل كانت مفيدة جدا بالنسبة لنا كشباب وهي كانت مواضحة مهمة جدا وكانت كثير منها مثلا الاشاعات منها نازل نتعامل معها وحروب الجيل الرابع دورنا ان احنا كل اللي احنا استفدناه في الورشة دي وفي الاكاديمية ان احنا نبثه في الشباب اللي حوالينا كلهم ان احنا نبثه في الاجيال القادمة احنا عندنا في الكلية ان شاء الله هنبدأ ان احنا في الجامعة برضو هنبدأ ان احنا نعمل دورات تدريبية بحيث ان احنا ننقل اللي احنا استفدنا من هنا للطلبة عندنا في الجامعة وبرضو الجامعات التانية وقد اشاد المشاركون بثاراء ورش العمل وموضوعاتها ذات الابعاد القومية والامنية والتي تتسم باهمية كبيرة تسهم في تحصينهم ضد الافقار الهدامة والتشكيك في الثوابت الوطنية مؤكدين قدرتهم الان عقب هذه الورش على التفاعل وتصدي لمحاولات التشكيك في الثوابت وتزييف الوعي اتعلمنا فيها حاجات كتير واستفدنا معلومات كمان كتيرة اتضحنا من الجهاز الامني المصر واعي وصاحي وموجود ويقدر يحميها التدريب ده بيعلمنا ازاي نحافظ على مصر ونحميها بيعلمنا ازاي الخطط الارهابية اللي كاد بتحاكى للدولة ازاي ان احنا نتصدى لها بيعينا كتير جدا على حاجات احنا ممكن نكون ما كناش عارفينها وما خدناش بلنا منها بالعكس دون معلومات كتيرة مهمة جدا وموضوعات كانت شيقة ان شاء الله بإذن الله يكون في دورات اكتر اعادرات كفير معلومات اكتر ان شاء الله بإذن الله نقدر نساعد احنا كمدنيين في الاماكن اللي نشغل فيها في الجهاز الفقومي وفي الشارع في المدرسة في البيض نقدر ان احنا نواجه كل المخططات لتستهدف موطن ورش العمل هذه تأتي ادراكا من وزارة الداخلية لاهمية المشاركة في تنمية الوعي المجتمعي للمواطنين بكافة القضايا التي تمس الامن القومي واحباط مخططات استهداف مقدرات الاوطان وثوابتها الراسخة على مر العصور والاجيال